لقد أنشأ أيمن عبد الرحيم بدوراته ومحاضراته حالة مميزة من الوعي الثقافي القريب من الواقع دون اشتباك والبعيد عنه دون ترفع وقد استطاع فك الله أسره أن يخلق بهذه الحالة توازنا محمودا بين الهرب من الواقع بما يسمى اعتزال الصراع السلطوي خوفا أو يأسا أو إحباطا وبين الانشغال بالواقع وما جراياته عن البحث عن آليات السير في طريق تغيير الواقع لم تكن الحالة دالة على الطريق بقدر ما كانت دالة على كثير من آليات السير في الطريق وإنها والله لنعمة دلالة لقد كانت محاضرات أيمن عبد الرحيم وندواته عاملا مهما في توجه كثير من الشباب إلى طلب العلم والعكوف على القراءة والبحث تراثا ومعاصرا كما كان لها أبلغ الأثر في استنبات الوعي دون الجعجعة به في عقول كثير من شباب مصر في فترة حالكة السواد لا زلنا نعيش آثارها حتى الآن وهذه الحلكة التي اختطفت أيمن لتلقي به في ظلمات السجن مثل آلاف المنيرين غيره من غير جريرة سوى جريرة الوعي وأعظم بها جريرة في عرف الطغاة وإني إذ أكتب عن أيمن بعض ما يجيش به صدري نحوه لأعلم أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وأن قلوبنا جميعا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ولكني والله ما شهدت إلا ببعض ما علمت ورأيت من الخير أسأل الله أن يفك أسره ويحفظ قلبه وينير عقله وينفعه وينفع به